جملا ولا تهريد؟ لا ولا تهريد أشوف انها غالب شوي والله اني أشوف انها خيصة وش سبب الغلق؟ الغلق ان الله سبحانه هذه المفاوضات تجري يوميا هنا في أكبر سوق للأغنام بالسعودية بعد ان ارتفع سعر الخرافي إلى أكثر من 550 دولارا مع توقعات بوصولها إلى 800 دولار قبل عيد الأضحاب يومين مقاطعة الدواج بعد ارتفاع أسعارها وغلاء علاف الأغنام وأسباب أخرى عديدة هي ما دعت الباعة إلى الوصول إلى هذه المبالغ بعد أن كان يباع النوع الأفضل من هذه الأغنام ب400 دولار لو تلاحظ الأسعار كانت قبل مثل نتكلم عن الفئة النجد يعني بحدود تقريبا كانت طيب فيها بـ 220 متوسطها بـ 220 نقول هذا يعني الزبون اللي يبغى شي طيب الآن وصلت تقريبا حدود 3000 هذا قبل العيد طبعا الآن صارت تبن معادله بـ 25 والشعير بـ 40 والبرسيم بـ 25 بـ 20 هذا من حقها أنها تقال الله وزود بعد ومع وجود أنواع عديدة من الأغنام كالنعيم والنجدي وهي الأكثر طلبا في السوق إلا أن التفاوت في أسعارها لا يجد تبريرا لدى الباعة ما جعل المشتري يفقد الثقة بالبائعين ويعتبر السوق سوقا للتلاعب والغش بنسبة 80% أرى أن الحلال مرتفع بزيادة وأسبابه ربما تكون هناك مشكلة وهي مشكلة ارتفاع الدواجل والآن كل شيء ارتفع الأسار ارتفعت فيه ناس الآن تبيع الطلي بـ 2008 بينما تشاهد نفسه نفس مواصفاته بـ 2009 يعني وش السبب ارتفاع التبايع وما بين السعر هذا والسعر هذا فيه سبب يقول لك والله شعرت زينة هذا علفة معين هذا جاي من البر هذا جاي من المكان الفلاني لكن لو كان في مرصد الميزان يحدد سعر اللحوم صبر المشتري على مواجهة الأسعار وعشوائية البيع بدون تنظيم أو ترتيب من الجهات الرقابية سيزيدان من أعذار التجار الكبار ويقللان من مستويات الطلب بشكل كبير هاني صفيان العربية الرياض